الأستاذ مفيد قال كلام قوي ومؤثر وهو زو خبرة طبعاً ده أستاذنا اللي أنا بأكده زي ما زميلي قال بالضبط أنا صناعة دواء جودتها لا تقل عن جودة أي منتج على مصر العالم المصري المحلي والدليل على كده نتائج السوفالدي المصري بالضبط مساوية لنتائج الأجنبي بنسبة 100% ولو ما كانتش بنفس الكفاءة ما كناش علجنا 850 ألف حالة من مليون حالة في إفريقيا وإحنا أصبحنا من الدور الرائدة فيها وبرضو معاني الوزير كان عليه أن يشكر الصناعة لأن بدون الدواء والسلاح الفعال والصناعة الوطنية اللي تخلهونه بـ 200 جنيه تمام؟ وهو سعره الأصر 22 ألف دولار في بلده ومسعره هنا رسمي بـ 15 ألف جنيه للأجنبي إحنا نزلنا بـ 200 جنيه عشان نوسع القاعدة حضركم تجتمعوا بوزير الصحة؟ والله هو معاني الوزير ما شغله كتير عشان كده احنا بنقول وده الملف أنا بحطه قدام رئيس الجمهورية صناعة الدواء ما ينفعش تبقى ملف على هامش وزارة الصحة لابد أن تنفصل وتنفصل بهاية عليا للدواء اللي نهارده لحد الوقت كل وزير ييجي يقعد يمسك الملف شوية أنت مختلفين تبركنه تبخليه واخد بال حضرتك ولحد النهارده مش عايز يطلع للنور احنا لازم ننفصل كصناعة كل دول العالم فصلها لوحدها لأن مشاكلنا مختلف عن وزارة الصحة فلابد أن تنفصل إلى أن يتم الفصل بكرة الصبح يطلع قرار من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بفصل بإنشاء لجنة عالية للصناع للدواء للسيدالة والدواء وتبقى تابع رئيس الوزراء مباشرة يرؤس صيدالي إلى أن يتم تزور قرار قانون مزور